موسيقى مساء الخير وموعد جديد من برنامج ب30 دقيقة يقترب موعد الانتخابات النيابية في لبنان وجميع الأحزاب والقوى اللبنانية تستعد لهذا الموعد لإعادة تموضعها وكسب شرعيتها فيما تعد المعارضة والقوى التغييرية العدة لهذا الاستحقاق الذي تجد فيه فرصة من أجل إجراء الإصلاح السياسي ومواجهة المنظومة الحاكمة إلا أن عيون جميع تتجه إلى موضوع توحيد جبهة المعارضة فهناك تجمعات وتيارات كثيراً بثقت من ثورة 17-20 ولا تزال تواجه نوعاً من الانقسام فيما بينها للمشاركة في الانتخابات والسير بتعاون مشترك وخوض المعركة وفق الدوائر من أجل حصد أكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي هذه المواضيع وغيرها من المواضيع السياسية الطارئة أناقشها الليلة مع ضيفي في الاستوديو الأمين العام لجبهة المعارضة الأستاذ زياد عبدالصمت مساء الخير أستاذ زياد أهلا وسهلا فيك معنا بداية السؤال الذي يطرح نفسه هل ترون أن هناك أجواء تحصل لإجراء الانتخابات في موعدها أم أن هناك بعض الأمور التي تجري خصوصا على الصعيد السياسي يعني قد تعرق المسار الانتخابات وتؤجلها إلى وقت آخر من حيث المبدأ فيه التأكيد من قبل كل المسؤولين والمعنيين يعني الجهات المعنية بالانتخابات أن الانتخابات ستحصل بموعدها والتحضيرات الإجرائية على قدم وصاق ولكن نحن ببلد دائما المفاجآت يعني ما حدا بيعرف شو ممكن يصير طبعا في بعض المؤشرات اللي بتحط احتمال أنه يصير فيه تأجيل للانتخابات منه لأسباب تقنية أو لأسباب أمنية بموضوع الموازنة بموضوع الإعداد الزادة بقلب وزارة الداخلية رؤساء الأقلام يعني كل الجهاز الإداري اللي بعد لح يتلق ما حصل على التدريب يعني فيه بعض المؤشرات اللي بتقول أنه فيه مجال تنعمل بس لحد يتلق بعدها ما أنجزت يعني لاحظنا هذيك اليوم فيه مجالة أنه يضربوا يعني بعض السفرة في الخارج لحتى يعطلوا موضوع الانتخابات للمقاربين هل هذا مؤشر أيضا برأيك لي يعني تأجيل هذه الانتخابات وفق موضوع المادي والموضوع يعني اللوجستي اللي دايما يعني بحطوه مبرر لألون سفرة اللي بدون يكونوا على الأقلام المعلمين والموظفين الإدارة العامة اللي كمان مش مستعدين يتحملوا كلفة النقل والانتقال وممكن يأضربوا لي كذا يعني فيه مجموعة من الأضايا اللي ممكن تصير وتحصل تكون سبب لتأجيل الانتخابات بس أنا شخصيا بأتبر أنه لحد يتحلق كل التأكيد اللي عم يجي بدي يصدقون من قبل الأشخاص المعنيين ونحن بدنا نحاول نضغط أنه هالانتخابات لازم تصير بوقتها رغم معرفتنا تماما أنه منه القانون الأفضل بالعكس هو أسوأ قانون جاء على لبنان للانتخابات أنه المناخ السياسي العام منه لصالح انتخابات ديمقراطية أنه الجو الاقتصادي العام منه لصالح الانتخابات الديمقراطية بس رغم ذلك نحن بتأديرنا أنه الانتخابات هي يعني مسار ديمقراطي دستوري لازم نحترمه ولازم نتعود أنه نحترمه مهما كانت ظروفه ومهما كانت شروطه طب كيف المعارضة ستواجه هذه الأمور مجتمعة ونحن بنعرف يعني أنه قدرات المعارضة يعني مش على قدرات القوى السياسية الباقية هل يعني أنتو كمان عم بتعانوا من هذا الموضوع خصوصا على بالموضوع يعني بالوضع الاقتصادي المترد بالوضع المالي للناس كمان هل يعني عم بتعانوا بهذا الأمور؟ نحكي ماديا أكيد فيه خلل كبير بميزان القوى على المستوى المادي يا ماديا يعني عم بحكي بالأدوات وبالموارد المالية وبكل التحضيرات أو الأضايا المطلوبة لخوض العملية الانتخابية المكانات الانتخابية ما هني معودين يخدوا انتخابات على طول مكاناتهم جهزة كأحزاب منظمين عندهم اللوايح وإلى آخر بالوقت اللي القوى المعارضة يعني حديثة العهد على هذا المسار وبالتالي قصم منهم لأول مرة قصم منهم لتاني مرة بال2018 وهي تاني مرة يعني بعد لحد يتلق الجهوزية منها كافية فإذا فيه خلل بميزان القوى بس أنا برأيي شعبيا لا شعبيا في تفوق للقوى المعارضة بإطار ميزان القوى لأنه كل المؤشرات اللي عم بتقول المؤشرات الإحصائية استطلاعات الرأي اللي عم تنعمل من مختلف الأطراف عم بتقول أنه الناس ما بدأت تصوت للمنظومة يعني فيه إحجام عن تعاطل المنظومة صحيح أنه الناس بعد ما شافت مشهد بالمقابل مؤنع تصوت لأله بس أنه بالآخر فيه فئة معينة نسبة معينة من المواطنين يلي مقررين لحد يتلاقي يعتكفوا إذا شافوا مشهد معقول ساعتها ممكن يشيركوا هيدا هو عامل القوة يلي عم تلجأ لأله المعارضة أنه فيه فك يعني انفضحوا القوى المنظومة انكشفوا الناس ما بدأت يهون عرفوا أنه هني مسؤولين عن الانهيار اللي عم بيصير هني متواطئين مع المصارف ومتواطئين مع كل العوامل اللي دمرت البلد وبالتالي ما بدأت يهون هلأ هوني بتصير القصة أنه قداش نحن قدرانين نستفيد من هذه اللحظة لحتى نحقق فوز أو مكاسب بالانتخابات أنه أنتو ما عم بتكونوا متفقين في كتير لوائح في كتير تحالفات مختلفة يعني ما عم بتكونوا يعني إلى جانب بعض هذا الكلام صحيح خليني أفصل بين شغلتين جبهة المعارضة لا منهم متحدين ومتكاتفين ومتفاهمين كجبهة معارضة بس قطوة تغييرية أصدقاء الأخرى بس أنه بالعام الناس هكي بتنظر للكل جبهة المعارضة اللبنانية اللي هي بتتشكل من 12 قوة سياسية ومجموعة سياسية متكافلة متضامنة متفاهمة وعندها رؤية مشتركة حول كتير قضايا نحن عم نحكي على الجو المعارض بشكل عام إيه طبعا الجو المعارض متنوع وإذا نحن الجو المعارض هو بيعكس عمليا الواقع الاجتماعي وواقع المجتمع اللي نحن مجتمعنا فيه تنوع فيه تنوع فكري فيه تنوع سياسي فيه تنوع ثقافي فيه تنوع بالمناطق فيه تنوع بالخلفيات الإديولوجية وإلى ما هنا وبالتجارب وفيه تنوع عمري بكل الأنواع كل هذا التنوع موجود بالمعارضة ومن الطبيعي جدا وأنا كنت عم أقول أنه حديسي العهد لأول مرة يعني هذه القوى عم بتخود الانتخابات ومن الطبيعي أنه هايدي التنوع والتبايونات والتناقضات والاعترار موجود وهذا يمكن يكون شي طبيعي هلأ أنه المنو طبيعي أنه نحن عم نعيش لحظة استثنائية بحاجة إلى الكثير من التطحيات بحاجة إلى يعني أحيانا كتير رؤية ثاقبة أكتر التزام أكتر بالقضية الوطنية تنحي عن بعض القضايا الذاتية والشخصية والفئوية لمصلحة الجو العام نحن عم نمر بأزمة صعبة وكنت أنا أقول أنه في لحظة مناسبة لعملية التغيير نحن لازم نستفيد منها بس بهذا المحل في جهود استثنائية عم بتصير خليني أقول بالوسط العام يعني في نوع من التفاهمات اللي بلشت تركب على المستوى المركزي خليني أقول على المستوى المركزي في نوع من التفاهمات اللي بلشت تركب بين المجموعات الأساسية اللي عم بتخوض الانتخابات مركزيا هذه التفاهمات ملخصها أنه صار فيه نوع من آلية للتنسيق لإدارة الانتخابات على المستوى الوطني يعني شكلكم مرتحين على بها ما أقول مرتحين لأنه المهم منها سهلي أنه إذا عقدنا اتفاق وتفاهم أنه نتفاهم كيف بدنا نخوضها على مستوى المركزي وكيف بدنا نديرها وأنه عمليا تشكيل اللوائح بده يكون كتير لا مركزي يعني كل دائرة كل اقتلاف بكل دائرة مسؤولة عن تركيب اللائحة اللي بيشوفها هو مناسبة اللي لازم تجمع القوى المعارضة الأساسية ولكن أيضا تاخد بعين الاعتبار الحساسيات المحلية بده يكون فيها هذا المزيج وبالتالي والهاجس الأساسي أنه ندفع وندعم ونساعد ونسهل بخمسة عشر دائرة أنه تركب خمسة عشر لائحة موحدة للقوى الاعتراضية هذا التفاهم هلأ هذا التفاهم تم وعم ينشغل بموجبه على المستوى الوطني بس ولكن المرحلة الثانية اللي هي تشكيل اللوائح هي الأكثر تعقيدا لأنه شفنا نحن أنه سكر باب الترشيح على عدد كبير من المرشحين يلي هو ظاهرة إيجابية الناس ملتزمة حابة تشارك بالسياسة حابة تجرب كيف ممكن يكون إلى الدور وهيدا أنا بس هيدا ما بيشارثم يعني الانتخابات ويزيد الضغط طبعا لأنه على المقعد ما فينا نمغط المقاعد وبالتالي بده يزيد التعقيد بإطار التفاهمات اللي بده تتركب على مستوى الدوائر وعلى كل المقعد في أكثر من المرشح ومعظم المرشحين عندهم يعني الكفاءة والقدرة والآخرية وبالتالي الاختيار بيناتهم وفق معايير يعني بده بده ياخد شوية يعني بده يوزع الأصوات هيك حتى توزع كل الأصوات بس هيدا ما بيعني أنه في بعض الدوائر اللي تقريبا صاريت شبه نجزي فيها اللويح واللي قريبا بده تبلش تعلن تباعا وتدريجيا يعني أمتين بتطمن الناس أنه جبهة المعارضة ستعلن لويحها برجع بإليك جبهة المعارضة يعني جبهة المعارضة أنتو اللي قال لفين من 12 هي فئة نحنا عم ننسق مع أطراف واسعة جدا من المعارضة مش كجبهة معارضة سننفرد بالإعلان نحنا جزء من هذه القوى وكلنا سوى بتفاهماتنا سنكون جزء من الإعلانات اللي بدت تصير على مستوى في نحنا دوائر بعض القوى منا منا موجودة جبهة المعارضة مش موجودة بكل الدوائر قواها مش موجودة بكل الدوائر بس نحنا موجودين من خلال شركانا وحلفائنا اللي مندعمهم ومنساعدهم ومنسهلهم وإلى ما هنالك فلذلك اللي كنت عم قوله أنه تباعا نحنا معنا لحديث أربع نيسان ليسكر تسجيل اللوائح ولو 31 قرار ليصير باب سحب الترشيح وبالتالي بعد عنا أكيد من الأفضل أنه نبلش نعلن عن اللوائح بأقرب فرصة ممكنة لحتى نبلش الحمالات أكيد الناس بدأت تعرف البرامج بدأت شوف مين المرشحين يعني بدأت تأكد منهم قبل ما ترشحهم بدأت شوف مين المرشحين عندهم حق بدأت شوف البرامج بس الإشكالية مننا بالبرامج أنا بتصور أنه على مستوى المعارضة بكل تنوعها وتلوينها الخطوط العريضة العامة للبرنامج السياسي للمعارضة صار كتير واضح لو أين بدنا نروح وكيف بدنا نروح كيف بدنا نتاح من المنظومة وشو هي الأولويات اللي يجب تنعمل لكن يؤخذ عليكم هون بس أستاذ زياد أنه أنتوا كمان عم ترجعوا تتحالفوا أوقات بماكن ما مع إن كان الناس يعتبروا من المنظومة إن كان مثل حزب الكتائب مثل ميشيل المعوض يعني مثل هذه الشخصيات اللي تعتبر كانت وهي يمكن صار لأربع خمس سنين خارج هذه المنظومة لكن في العقل يعني الباطن للناس بعضهم بيعتبروها من المنظومة أنتوا كيف بكنت يعني تريحوا الناس في هذا المنظومة أنا برأي هيدا أول شي خليني يقول أنه هيدا نقطة من النقاط الخليفية وليست النقطة الخليفية الأساسية وليست النقطة الخليفية الجوهرية لأنه بالآخر يعني في قراءات متعددة ومختلفة ومقاربات متنوعة بتحكمها رؤيتنا وفهمنا لطبيعة المعركة اللي عم نخوضها اليوم يعني نحن بهذه المعركة الانتخابية اللي عم نخوضها اللي بحاجة إلى حشة كل الإمكانيات لمواجهة المنظومة والسلطة في مروحة واسعة من التحالفات اللي يجب تركب يعني على مستوى المناطق أحيانا كتير هؤلاء مش موجودين الأحزاب التقليدية اللي ذكرتين بس عمليا في صعوبات بتركيب اللوائح وأحيانا كتير محل ما هني موجودين تركيب اللوائح عم بيكون أسهل وعم بيكون منجز بسرعة أكتر وفي وضوح أكتر بالبرنامج وبالرأي وبالخطاب السياسي فإذا مش هايدي النقطة المركزية ومنقطة الجوهرية أنا برأيي خليني أقول أن الخلافات إلى أكتر من طابع في جزء منه إليه علاقة بسوء الخبرة والتجربة السياسية يعني اللي إجاء من الثورة بشكل عفوي وانتقل مباشرة إلى العمل السياسي بحاجة لفترة زمانية لحتى يصير في عنده القراءة السياسية والقدرة على التحليل وعلى فهم طبيعة المرحلة والأدوات لمواجهة هاي التحديات في بعض المحلات اللي الاعتبارات فيها كتير ذاتية وشخصية أو بتاخد بعين الاعتبار بعض الحساسيات المحلية اللي هي مشروعة يعني ما فينا أنا ما فينا أتجاوز مزاج العام للناس وبالتالي لازم أحيانا نأخذه بعين الاعتبار وما أتجاوز لأنه هون الناخبين وهون اللي نحنا بدنا بالنهاية نمثلهم بس كمان أبدي أقول أنه فيه شغل مكسف وممنهج من قبل المنظومة وقادرين أنهم يخترؤوا القوى الاعتراضية لحتى يشرزموها ويمنعوا وحدتها وبالتالي فيه كتير من القضايا اللي بتنزدت أحيانا فيه ناس بيصدقوها لأنهم لسوء التجربة وفيه ناس عن سوء نية بيشتغلوا فيها لحتى ونحنا عم نواجه كل هول ونحنا عم نشتغل بكل هدوء لمعالجة هايدي القضايا فأذر خليني أقول مش هاي القضية الجوارية هايدي وحدة من القضايا يلي مفي عليها إجماع ولكن فيه قضايا كثيري أخرى مفي عليها إجماع نحنا عم نحاول نتفاهم على القضايا اللي نجمع عليها نخود المعركة على القضايا ناس بدأت تتراجع شوي أحيانا ناس بدأت تعمل كمبرومي وتدور زوايا ناس بدأت تتواضع شوي أحيانا برؤيتها وناس لازم تفتح شوي دهنة ويكون صدرها أرحب للقدرة على التعاطي مع الأطراف أنا برأيي المهمة المركزية اليوم أنه نحنا نقدر نتوحد بأدر أكبر قدر ممكن طبعا مش مية بالمية بس على الأليل للقوى الأساسية بدنا نحنا نفرج مشهد مؤنع للمواطنين بدنا نفرج مشهد يبني ثقة بين هذه المعارضة يلي انبثقت عن مسار وصل إلى 17-20 ومستمر حتى الآن وسيستمر بعد الانتخابات لأنه بالنهي اللي بدوا يحسم هاي دي المعركة هو الناخب فإذا نحنا بدنا نفرج الناخب إنه نحنا عنا أمكاني هيدا عنوان المعركة الأساسية أستاذ زياد يعني بآخر هيك وقت لإلنا ما فينا منطل على الوضع السياسي في لبنان اليوم يعني بأي خانة بتحطه خصوصا نحنا عم نشوف الخلافات الطاغية إن كان بالقضاء إن كان بموضوع المصارف إن كان يعني في حملة طويلة عريضة اليوم كمان عم نشوف الرئيس عون من الفاتيكان يعتبر إنه حزب الله ليس من المنظمات الإرهابية لأنه بعض الدول وضعته على والبعض الآخر ما وضعه يعني كيف بتفسر اليوم البطريارك الراعي كمان بمصر اللي عم تلعب دور في المنطقة نحن لوين رايحين في ظل كل هذه المعمة برأيك أول شيء خليني أقول أنه في شيء مستهجا مش مستغرب مستهجا أنه بعد سنتين ونص ثلاث سنين من الأزمة بعد لحد يتالها ما تخذ ولا تدبير حقيقي فعلي لتداركها لبل نحن بهذا السقوط الحر المتسارع يبدو وكأنه هذه المنظومة اللي فقدت شرعيتها عمليا تستثمر في هذه الأزمة للمزيد من الأرباح ولو حماية نفسها خليني يقول أنه هذه المنظومة ما عنده نية أنها تعالج الأزمة لأنه بالآخر معالجة الأزمة بدأتكون على حساب شغلتين أول شيء على حساب النظام الزبائني اللي هني بنوه اللي هني مستفيدين منه ويلي بيرجع بيعيد إنتاج نفسه عمليا شوفوا بكورونا وشوفوا بالأزمة كيف أنه استفادوا من ضخ كل المساعدات اللي صارت لا يرجعوا يشدوا عصب الناس هيدا أول شغلة بس الشغلة الثانية هي أنه بدأتكون على حسابهم هني مباشرة يعني بمعنى أنه هني مسؤولين ما ممكن يصير فيه انتقال إلى مرحلة التعافي بدون ما يصير فيه محاسبة وبالتالي هني كمسؤولين عن هذه الأزمة كلهم سوا بدون يتحاسبوا بس لحدها لا شفنا لخط التعافي لا شفنا إصلاحات وإجت الحكومة مثل ما قال من أول الطريق هي حكومة من أجل إجراء الانتخابات النيابية هذا في حال حصلت أيضا الانتخابات يعني ما عملوا شي ويمكن ما يعملوا الانتخابات ما في نية لأنه بالآخر في بعض التدابير السريع اللي بعد ولا حديث هلأ المايسترو يلي عمي لعب اللعبة الأسيسية نيابة عن هذه المنظومة هو حاكم مصري في لبنان يلي بعد ولا حديث لا بيصدر تعميم وبيحط أسعار لسعر الصرف بعد ما وحدنا لسعر الصرف بعد ما عملنا إعادة هيكلة للمصاريف بعد ما بلشنا نحكي بكيف بدنا نفوت بخطة التعافي الاقتصادي ونحضر حالنا لحتى نبلش نفاوض مع المنظمات الدولية والجهات المانحة وبالتالي اللي أنا كنت عم قوله أننا بلحظة أزمة وما يعقد هذه الأزمة أكتر أنه طبعا الوضع الداخلي يلي عم نقوله الدولي المنهارة والسلطة المتواطئة الانهيار الاقتصادي الانهيار المالي الوضع الاجتماعي وبتجي بالآخر التطورات الإقليمية والدولية لحتى تزيد التعقيد تعقيدا يعني نحن بوضع إقليمي منه مرتاح انقسام إقليمي كتير خطير تدعيته كتير كبيرة على لبنان ومؤخرا يعني طبعا التطورات الدولية في روسيا وأوكرانيا واللي كل العالم بالآخر عم ينجر لأوروبا تعاني وبالتالي نحن أمام نوع جديد من الأزمة إلى علاقة بموضوع الأمن الغذائي إلى علاقة بموضوع الطاقة والمحروقات حتى إلى علاقة بالوضع الأمني يعني استاذ زياد نحن بمهب العاصفة ونحن بمهب العاصفة في لحظة انهيار لذلك هذه الانتخابات مهمة جدا هذه الانتخابات لازم تشيري الشرعية عن المنظومة لازم تعطي شرعية لقوى ناشئة جديدة قادرة أن تتحمل المسؤولية وتساهم بخروج لبنان من هذه المحنة يعني على أمل سيد زياد هذه الدعوة أن توصل شكرا اليوم لألك على كل هذه التوضيحات خلال هذه المؤابلة مشاهدين شكرا لكم وتتابعون هذه الحلقة مجددا الساعة التاسعة مساء عبر صوت كل لبنان وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر